والمسلمون لهم الحق بأن يفخروا بعلم حديثهم لكننا نرى للأسف أن الدكتور عمر عبد الكافي يهزأ بهذا العلم العظيم العوام سخروا من أئمة الحديث تقليدا لكلام عمر عبد الكافي وقد بذلت وسعي خلال السنتين للوصول إلى الدكتور عمر ومنصحته سرا والصحابة رضي الله عنهم بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على بيان الحق لا يخافون في الحق لوم تلائم ونحن على هداهم نسير لكنها أغرب من قصة الوزق فلماذا صدقها الدكتور هل يقبل أن يخرج شخص ويسخر منه لأجلها كما سخر هو من علماء الحديث وإمة الدنيا يا ابن ما فيش كذبة بسيطة فيه الكذب الكذب كذب وأسوأ الناس الذين يكذبون على الله ورسول إذا تركنا أئمة الحديث والإسناد الذين قال فيهم صفحة عنعنة سيختلط علينا الصدق بالكذب كما صار بالدكتور فتفضلوا واسمعوا عظمة الإسلام أن سيدنا موسى لما تلقى الألواح هذه قصة جميلة أخذ الألواح ونظر فيها فبيطلع قال يا ربي أرى في الألواح أمة من هم منهم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة وإن هم بالسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه الشيء فإن عملها كتبت عليه الشيء الله ما جعلهم أمتي يا رب قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد قال يا ربي أرى في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها جعلهم أمة جعلهم يعدد أحد عشر صفة والله يقول كلا إنما هم أمة أحمد أمة ابن عباسرة والحديث أقسم أن موسى ألقى الألواح من بين يديه وقال الله ما جعلني من أمة أحمد ركزوا في العبارة الأخيرة ابن عباسرة والحديث أقسم أن موسى ألقى الألواح من بين يديه وقال اللهم اجعلنا من أمة أحمد صحيح هذه الرواية عند أبي نعيم قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جبارة بن المغلس انتبهوا إلى هذا الاسم قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا الربيع بن النعمان إلى آخر الإسناد عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره جبارة بن المغلس هذا هو راوي القصة يقول يحيى ابن معين عنه كذاب أبو زرع الرازي لم يقل كذاب قال لا هو ما كان كذاب لكن كان كان يوضع له الحديث يعني شخص يكذب له وهو يردد تلك الكذبة وينشرها بين الناس يحدث به الدكتور عمر لماذا حينما لم يتعلم الدكتور عمر الأسانيد ولم يعرف علم الحديث ولم يعرف قدر هذا العلم ولم يعرف قدر أئمته صار يحدث بأحاديث يذكرها جبارة بن المغلس ناقل الكذب هذا أقصد جبارة صار يحدث الدكتور عمر بأحاديثه لماذا حتى أن الحديث أنا قلت لكم ركزوا في العبارة الأخيرة لأن الحديث أساسا أنه منقول من طريق واحد متهم بالكذب وهذا لا يصح حديثه بالأساس لا يقبل أن يروى حديثه إلا من باب التحذير منه الرواية ليس فيها أنه ألقى الألواح ألقى الألواح وقال أمة أحمد لا الرواية فيها أنه قال يا رب اجعلني من أمة أحمد هذه في نهايتها فأعطي عند ذلك خصلتين الله سبحانه وتعالى أعطاه بدلا من ذلك خصلتين فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك بقوة فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين فقال موسى رضيت يا رب عليه الصلاة والسلام هكذا الرواية وهي لا تصح كما قلنا نقل واحد كذاب أضاف لها الدكتور هذه الإضافة نأخذ مثالا آخر ليس من المستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمه النعمة بلية قالوا كيف يا رسول قال لأنه لا يعقب البلاء إلا الرخاء ولا يعقب النعمة إلا البلية فلحبت بين هذا وذاك طيب هذه الرواية رواها الطبراني في المعجم الكبير وفي إسنادها عبد العزيز بن يحيى المدني هذا الرجل يقول عنه البخاري كان يضع الحديث يعني كان يكذب كان يكذب يخترع كذبة وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم والدكتور يرويها لماذا عندما يقول صفحة عنعنة ويسخر من العنعنة فهذه النتيجة أن ينشر بين الناس كلام الكذابين واسمعوا مثالا آخر يعني يا جبريد سل محمدا ما يكيك والعليم الخبير قال من لأمتي من بعد يا جبريد عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لك لن سوءك في أمتك أبدا ألا ترضى أن تكون أمتك ثلثة أهل الجنة هذا الكلام يقول عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال هذا حديث موضوع محال كافأ الله من وضعه يعني عاقبه كافأه بقدر هذا الجرم الذي فعله قال كافأ الله من وضعه وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط قال بمثل هذا التخليط البارد والكلام الذي لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة قال والمتهم به المتهم بوضعه بكذبه عبد المنعم ابن إدريس هذا الرجل هو الذي روا هذا الكلام وقال أحمد بن حنبل عن هذا الرجل كان يكذب على وهب كان يكذب على وهب الرجل هذا قال أن الحديث عن وهب وهو كذاب يكذب عن وهب وقال يحيى ابن معين عن هذا الرجل كذاب خبيث وكذلك قال علي بن المدينة رحمه الله تعالى وأبو داود عن ذلك الرجل أنه ليس بثقة وقال ابن حبان عنه لا يحل حلوه الاحتجاج به روايته يذكرها الدكتور عمر على الملأي يخبر بها الناس رواية هذا الكذاب لأنه بكل بساطة لا يريد صفحة العنعنة فنسب كلاما للرسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولله سبحانه وتعالى مثال آخر في معروف أنا ملك الملوك ومالك الملك حديث قدسي نعم انتبهوا إلى أن هذا حديث قدسي يعني كلام منسوب لله سبحانه وتعالى كلام منسوب لرب العالمين أنا ملك الملوك ومالك الملك حديث قدسي نعم إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا أنفسكم بدعاء هذا الكلام أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطي برقم ثمانية ألاف وتسعمائة واثنين وستين قال حدثنا مقدام حدثنا علي بن معبد الرقي قال حدثنا وهب بن راشد قال حدثنا وهب بن راشد انتبهوا إلى هذا الاسم وهب قال حدثنا مالك بن دينار عن خلاس بن عمر عن أبي الدردائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر الرواية ونقل هذه الرواية بنفس الإسناد أبو نعيم في حلية الأولياء وهب بن راشد هذا الذي ذكرته أو الذي نبهتكم عليه والذي هو الذي ذكر هذا الحديث الذي في المقطع قال عنه ابن حبان شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب لا تحل الرواية عنه وقال عنه الدار قطني متروك وقال عنه أبو حاتم الرازي منكر الحديث حدث ببواطل رأيتم إخواني أهمية ما سخر منه الدكتور الإسناد نعرف الحق من الباطل هذا الله الناس هذا مثال في كل يوم في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني يعني أبتلع ابن آدم إنه أكره من رزقك وأنا من أشكرك تقول الجبال يا رب دعني أطلق على ابن آدم وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكره قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه يقول لا يا ربنا قال لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي من تابع إلي منهم فأنا حبيب هذا لم يثبت أبدا ليس بحديث يعني ليس بشيء هذا كلام منسوب لرب العالمين دون أي وجه حق دون أي يعني رواية لا صحيحة ولا ضعيفة ولا كباقي الروايات الموضوع يعني ليس بحديث أبدا وهذا المثال الأخير الذي في هذا اللقاء يدخل الرجل في الشهادة عند شريح اليهودي لم تفترة اشتغلت قال رجل وأسلم وانتهت القصة وهذه القصة ذكرها الجوزقاني في كتاب الأباطل في الجزء الثاني منه صفحة مئة وسبعة وتسعين وقال هذا حديث باطل تفرد به أبو سمير وهو منكر الحديث قلت قال أبو حاتم عنه أنه متروك الحديث وقال البخاري أنه منكر الحديث وكذلك أخرج البيهقي هذه الرواية في الكبرى من طريق عمر بن من طريق عمر بن شمر عن جابر جعفي طبعا هذا جابر جعفي معروف رافض كذاب وكذلك عمر بن شمر قال عنه البخاري منكر الحديث وقال النسائي والدار قطني متروك الحديث وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة وقال الجوزجاني زائغ كذاب هذا المثال الأخير أتيت ببعض الأمثلة ليعرف الناس قيمة علم الحديث وقيمة الأسانيد التي نحقق فيها الصحيحة من الضعيف الحق من الباطل الصواب من الخطأ هذا العلم ليس لأحد في الدنيا أن يسخر منه ولا أن ينتقص منه وأكثر ما يؤلم أن شخصا مثل عمر عبد الكافي يفعل ذلك بعض الزائغين الذين طغوا في الزيغي المشاققون علي كيالي عحمد منصور عدنى إبراهيم الشحرور هؤلاء لا نستغرب منهم ولا نتأذى أبدا حينما يقولون مثل هذه الأباطل وهذه أو ينسبون لعلم الحديث مساءة لكن عندما يكون ذلك من الدكتور عمر عبد الكافي أو من من مثله هذا لا يقبل أبدا أرجو ختاما أن لا يحمل كلامي فوق محمله هناك خطأ بيّنته وأرجو من الدكتور أن يعود إلى الحق وأن يبين هو وهذا أحب إلينا وأن لا يستغل كلامي لأهداف لأن هناك فرق من الناس معلومة قد تستغل هذا الكلام الذي قلته لأهداف معينة كما قلت كلامي تبيين لحق ليست مسألة شخصية وليست مسألة فوق ذلك أرجو أن يدقق في هذا الأمر وأسأل الله للدكتور الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته